فاستبق العناصر المسلحة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري بسلسلة من الهجمات على مواقع أمنية وحكومية لإشاعة أجواء الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد فلم يمضي يوما على نجاة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق والنائب في البرلمان طلال الزوبعي من محاولة اغتيال إلا واستهدف تفجير آخر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لكنه نجى منه دون أذى نجى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة جنوب محافظة كاركوك وصرح مصدر أمنية أن العبوة انفجرت أثناء توجه موكب النجيفي إلى قضاء لحويجة دون إصابته بأي أذى يأتي ذلك بعد نجاة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلق والنائب في البرلمان طلال الزوبعي الجمعة الماضية من محاولة اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة أطلقت نيران أسلحة الرشاشة على موكبهما الأمر الذي أصفر عن إصابة عدد من عناصر الحماية بجروح متفاوتة بدوره اتهم مقرر البرلمان محمد الخلدي جهات سياسية داخلية وأجندات خارجية بالوقوف وراء محاولة استهداف رئيس البرلمان أسامة نجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلق مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو قتلهم وبالتالي استبعادهم عن الانتخابات مبينا أن الميليشيات والإرهاب لهم دور في هتين العمليتين على حد تعبيره وفي كاركوك شمال العراق أيضا قتل عشرة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح عندما صدم مهاجم تحاري سيارته المحملة بالمتفجرات في نقطة تفتيش يحرص أفراد من قوات الأمن الكردية جنبا إلى جنب مع الشرطة العراقية إلى ذلك سقط 19 شخصا بين قتيل وجريح بينهم عسكريون بانفجار سيارة مفخخة شرقي الموصل وفي حادث آخر قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة الناس فزورعت على جانب الطريق في قضاء الدجيل شمالي تكريت ومن جانبي قال مدير ناحية مدينة سليمان بيك طالب البياتي إن مسلحين مجهولين هاجموا منزل ضابط بردبة ناقي في الشرطة وقتلوا والده وشقيقه وأصابوا امرأتين من عائلته بجروح مشيرا إلى مقتل أحد عناصر الصحوة صادف وجوده عند موقع الحادث ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم على الفور ويأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثلاثين من إبريل القادم وبدورها حددت المفاوضية العلي للانتخابات العشرين من إبريل الجاري آخر موعد لتوزيع البطاقة الإلكترونية للمشمولين بالتصويت